موسيقى موسيقى بسهر خير أعلم بحضرتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم ألف مبروك لمصر انتهت الانتخابات الرئاسية وقامت الهائة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن فوز السيد عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات رئاسة الجمهورية عشرين أربعة وعشرين الهائة الوطنية للانتخابات تحدثت عن الأعداد بالتفصيل وتكتشفهم أن في مؤتمر الصحفي للإعلان عن الأعداد بالتفصيل أن بعض الأرقام التي توقعها البعض لم تكن صحيحة ولكن بعد الحساب النهائي لأصوات الناخبين والأصوات المختلفة أصبحت النسب واضحة من الهائة الوطنية للانتخابات وتم الإعلان عنها خلوني أكلمكم عن الانتخابات الرئاسية على فكرة ومضى واضح جدا جدا ومنذ البداية أن الأقرب إلى الفوز كان عبد الفتاح السيسي حاجة واضحة ولكن هل احنا كسبنا حاجة من إجراء هذه الانتخابات الرئاسية احنا كسبنا كتير جدا مصر كلها كسبت كتير جدا جدا لأنك لم تكن تتوقع ومعظم الناس اللي كانت خرجت تقطن فما أدي في مصر رقم واحد أنت عملت الانتخابات في أجواء عاملة إزاي ده رقم واحد أساسا يعني بسم الله الرحمن الرحيم هو في حد يعمل الانتخابات في التوقيتات اللي عاملة كده والدنيا مولعة آه عملنا وكنا عاملينها قبل كده لو تفتكروا نمرة اتنين أنه عندما دع الرئيس إلى المشاركة وإلى فتح الحياة السياسية والحزبية وبدأنا الحوار الوطني لم يكن أحد يتوقع أن تقف مؤسسات الدولة بما فيهم أنا شخصيا على هذه المسافة والحياد من كل المرشحين أنا ما كنتش متخيل ده وبرضو مرة أخرى هقول لحضراتكم بالتأكيد ما زالت هناك ثقافة نحتاجة أن نتخلص منها في انتخابات قادمة مش هتحصل في يوم وليلة زي بالضبط كده الفساد في المحليات اللي احنا عاديين نحارب فيه ونحاول معاه ولا ينتهي ولازم كل شوية تحاول تجدد دماء وتجدد ثقافة ولكن هل كنت تتوقع أن ترى هذه الصورة؟ هل كنت تتوقع أن أنت تصل إلى مرحلة أن يخرج أصوات ويخرج مرشحين؟ ويمكن البعض بيطلق عليهم يعني ألفاز مختلفة وهم عارفين أنهم طبعا ماشي فأنا عارف أن أنا أخسر ولكنني داخل أمارس خدوا بالكم أمارس الحق في أن يكون هناك أكثر من رؤية وأكثر من خطة وأكثر من توجه مختلف سياسيا أمام الناخب المصري واتحركوا في ظل ما يحدث من أجواء وإدروا منهم يحصلوا على أصوات معاكم أنها لم تكن أصوات كثيرة ولكن هما نفسهم الهيالة الوطنية نفسها فجأت كل الحملات بما فيها حملة عبدالفتاح السيسي جالها مفاجأة الأحزاب المشاركة جالها مفاجأة أن المواطن المصري تحرك إلى صندوق الإقتراع وعدنا طول فترة التغطية بتاعتنا إحنا بنغطي حاجة واحدة أساسية هو إيه اللي نزل الناس بهذه الكثافة قدوا بالكم الناس كانت هتنزل هتنزل إنما الكثافة دي جائت منين إذن هناك تحرك في الشرع المصري لأنه بدأ يثق أولا هو يبحث عن الأمن والأمان وخلينا نكون واضحين أن البعد بتاع الأمن الوطني المصري عمل زخم في هذه الحملة الانتخابية لأن المواطن بدأ ينظر إلى مرشح إزاي هو مين سيستطيع أن يأخذ قرار في ظل أزمة زي الأزمة اللي شغالها الوقتي مين اللي يقدر يعمل الحسابات بتاعة المتربسين واللي بيحضروا لنا كذا واللي بيضغطوا علينا اقتصاديا ومين كذا ومين كذا ومين كذا ففجأة تكتشف أن الشعب المصري كله وقف صفه واحد وقف صفه واحد مش وراء عبدالفتاح السيسي على فكرة هو وقف صفه واحد وراء مصر واللي عبر عن مصر كان عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي بقى وانا حشير كلمة بقى الرئيس وغيره وغيره عبد الفتاة سيسي يشعرك احيانا ان هو خارج من جنبك على الكنبة واخد هذا المنصب وهو فاهم انت بتفكر في ايه والدنيا ماشي ازاي وكاشف حاجات كتير واحيانا اخرى يشعرك بالوش الخشب لما يطلع في الازمات ان الراجل ده فاهم كويس جدا بيخاطب مين وبيخاطبه ازاي وهو ده اللي كان بيناخب المصري بيدور عليه بغض النظر انا مش هحلل وحقول كتير انا اللي هرجعكم للفكرة الاساسية اللي بدأت بيها البرنامج اللي كسب في الليلة دي كلها مصر اللي كسب في الليلة دي كلها مصر رقم واحد الشعب المصري رقم واحد ثم كل الاحزاب السياسية وكل الناس اللي كانت بتتعامل في محيط السياسة المصرية قدامكم مكسة بمسيكوا في بيديكم واسنانكم ليه لانه لن يستطيع ان يترجع عنه احد فاصبحت انت الوحيد الان اللي قدامك هذا المكسب حتى تتحرك في هذه الارض الخصبة محدش قالك وانت بتتكلم عن اليسار واهمية كذا وبتهاجم وتنتقد قرارات اتخذها الرئيس عبدالفتاح السياسي في نفس الزمن ده محدش طلع عليك انت بتقول ايه وبتقوله ليه في الاعلام انت اخدت مساحتك اللي كنت تتوقعها واكتر منها الميديا اللي طلعتهم الشركة المتحدة والقنوات الاخرى اللي اهتمت بالمرشحين كل ده يعتبر دعاية ويعتبر نشر الفكرة اساسية وهي ان التعددية الحزبية امر متوقع وان المعارضة مش كخة ولا وحرام ولا عيب ولا خيانة وطن لاول مرة نجد انفسنا ومنذ زمن امام انتخابات قد تكون محسومة مرة تانية قد تكون محسومة ولكنها على الاقل عادلة عادلة ليه لانها اتحت لك الفرصة وهو ده اللي بنى عليك معظم المرشحين اللي نزلوا هذه الانتخابات بنوا عليه الفرصة واكتشفوه في الارض الواقع عندما بدأوا في التطبيق سيبكم من انعكاس بعض النتائج على بعض المرشحين ده مناش دعوة به على فكرة الانتخابات حتيجي تاني وحتيجي تالت وحتيجي رابع وحتيجي خامس انما ستذكر هذه الانتخابات دائما على انها كانت الخطوة الاولى هو ما قالكش احنا نطينا وبقينا في الدور العاشر هو قالك الخطوات الاولى في تطوير الملف السياسي وقالها من سنتين تقريبا من سنة وشوية وانا كنت قاعد في الفطار ده قالك ان احنا سنبدأ في تطوير الملف السياسي في الفطار الاسرة المصرية الذي تأخر كثيرا رئيس دولة بيعترف امام جموع الشعب المصري وقدام جموع السياسيين ان الملف السياسي لم يحدث فيه تطوير وانه تأخر كثيرا ولكن انا نريد ان نفعل هذا بيني وبينك الناس ما صدقتش وقالوا يمكن اه يمكن لا ايجا الحوار الوطني انا روحت حضرت جالساب من الحوار الوطني قلت الناس دي بتتكلم كده ازاي ما ما ينفعش وحداتكم تبعتوه وطلع الحوار الوطني بحاجات وطلب الرئيس بحاجات فتمت الموافقة عليها قبل ما يخلص الحوار الوطني وتم التطبيق قبل ما يخلص الحوار الوطني الاعلام طلب رفع سأف حصل كله بصوا قبل ما يخلص الحوار الوطني حاجات كتير جدا جدا ما التي طلبت فيه سيبكم طبعا فيه عزمة في الاقتصاد وفيه حاجات في الاقتصاد طوله وفيه حاجات كتير جدا ولكن أنت أمام مشهد مختلف عشان كده لما حيطلع الراجل ده بعد كده ويكلمك عن الجمهورية الجديدة أنت حتكون أكثر ثقة أكثر ثقة بلاش حقولك 100% من اللي بيقوله حيتنفس لا يا عمنا موافق على 50% شوفوا بعد وصلت لغاية فين إنما أنت في الأول وفي الآخر أمام مشهد لن يستطيع معه لا حكومة ولا دولة في العالم كله أن تتحدث مع هذا الرجل ونسي أن الرجل ده جاي بالأصوات دي واحد اتنين أن الرجل ده بس مش فاز في انتخابات ده فاز في أكتر انتخابات حضرها مصريين في السنوات الماضية على الإطلاق وبمراحل متقدمة للغاية وأن الانتخابات دي اللي جابت هذه الشخصية لرئاسة مصر وتتولى مسؤوليتها لغاية عشرين تلاتين كانت انتخابات بترأيبها جهات دولية وأنا جبتهم لكم هنا هنا كويس؟ يا جماعة أنا عادت أدور مع كل المرأبين وخشوا على الانترنت سيبكم من كلام محمد شيردي سيبكم من كلام العشرين أو التلاتين جهة ومنظمة حقوقية مصرية بالتلاتين ألف بني أدم بتاعه خدوا حديث المرسلين الأجانب اللي كتبوه في جرائدهم عن انتخاباتك دي عن هذه الانتخابات مش كتبوه في جرائدهم شوفوا كانوا كتبين إيه قبلها شوفوا أول يوم كتبوا إيه شوفوا تاني يوم بدأوا يكتبوا إيه شوفوا منظمات الحقوقية الدولية والناس اللي جاي من بره ترائب ويه بتتكلم عن الانتخابات المصرية ده أنا عاتل معهم هنا قالك والله إيه إحنا ده إحنا كنا بنصور مع الأضاء ده إحنا ما شفناش حاجة مخالفة لفه عشر محافظات ائتلاف نزاها مش عارف جامعة الدول العربية لفت إيه اتحاد الأفريق عمل إيه ده عمل إيه ده عمل إيه إذن أنت أمام مشهد سيسجل وسنضيف إليه ولن نتنازل عنه ولن نتنازل عنه بنا بعد كده ما تجيش تقولي مش عارف أعمل انتخابات زي إيه دي بس المهم إيه في حضراتنا بقى كلنا المطلوب مننا إيه أن هذه الحياة السياسية تكون على نفس المستوى اللائق بمصر اللي ظهرت عليه الانتخابات أنه لا خلافة في المعارضة ما فيش مشكلة ولكن هو الخلاف في إيه هو أنت عشان تعريبني تشيل كرسي في الزعف دماغي هو أنت تكسل البلد هو أنت تبوز البلد تفرجهم على الحجج بالرأي والحجج بالمنطق هو ده مصر وهي دي مصر لما أعلنت الهيئة الوطنية خليني أنا بصوا أنا عارف أنتم شوفتوا ده كتير ولكن إيه رأيكم تعالوا نشوف إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات ونرجع نكمل مع حضراتكم حديثنا تاني الحياة اليوم عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67 مليون 32 ألف 437 ناخبا عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليون 777 ألف 668 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت 66.8 من 10% عدد الأصوات الصحيحة 44 مليون 288 ألف 361 بنسبة 98.9 من 10% من إجمال الحضور عدد الأصوات الباطلة 489 ألف 307 صوتا بنسبة 1.1 من 10% من إجمال الحضور 1.1 من 10% عدد ما حصل عليه كل مرشح وفقا لأعلى الأصوات السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 39 مليون 702 ألف اشتركوا في القناة 3.2 من 10% 3.1 من 10% 3.3 من 10% 5.7 من 10% 3.1 من 10% 451 صوتا بنسبة 89.6 من عشرة من إجمال الأصوات الصحيحة السيد حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر 1.986.352 صوتا بنسبة 4.5 من عشرة في المية من إجمال الأصوات الصحيحة السيد محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران 1.776.952 صوتا بنسبة 4% من إجمال الأصوات الصحيحة السيد عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة 822.606 صوتا بنسبة 1.9 من عشرة في المية من إجمال الأصوات الصحيحة وبناء على ما تقدم اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم وأصدر القرار رقم 39 لسنة 2023 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمناً فوز السيد عبدالفتاح سعيد حسين متضمناً متضمناً فوز السيد عبدالفتاح سعيد حسين حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية داعياً للمولى عز وجل أن يوفقه في مسيرته نحو تحقيق التنمية والرخاء دا المشهد لنا أتمنى أن أنا أشوفه في انتخابات قادمة متعددة ومتكررة في شكر كتير جداً هنا لازم يتقال أكرره مرة واثنين وثلاثة واربعة الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الداخلية المصرية الإدارات المحلية كل المحافظين كل الناس اللي أشرفت على هذه الإدارة والمظهر العام الإنساني لي كمواطن عشان أنزل أدي بصوتي أو أدي بصوتي بحرية تمة وبسرعة لم أكن أتوقعها رغم كل الضغط اللي حصل ورغم كل النزول ورغم كل التعامل مع الأعداد الغفيرة جداً اللي دخلت لازم شكره لكل الأحزاب اللي شاركت سواء الأحزاب الداعمة لعبد الفتاح السيسي أو الداعمة لحازم عمر أو الداعمة لفريد زهران أو الداعمة لعبد السند يمامة مؤيدينه والأحزاب الأخرى التي خرجت وعلى فكرة ممكن تكتشف فجأة أن فيه أعداد كبيرة ما نزلتش ولكن اللي حصل ده حيشجعها بعد كده أن هي تشارك ويجب أن تشارك واللي حصل ده حيغير من فكر الحاملات الانتخابية للجميع عشان كده أنا وقفت قدام الكلمة الجميلة جداً اللي خرج بيها الفائز في هذه الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي والقادم لمصر تاخدوا بالكم من كلام معين كده في هذه الكلمة أنه أول حاجة تكلم عليها أنه هو كان سعيد جداً بمشهد الصفاف المصريين خلال الاستحقاق الانتخاب ما قالكش استفافه من الانتخابي أنا هو سعيد أن هناك مشهد اصطفاف مصري علشان يوري الحيوية وفعالية المجتمع المصري بكافة الفئات وأن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية هو ده اللي كان دايماً بيأكد عليه ودايماً بيخرجوا الناس إياه هم يعودوا يكسروا من مأدفنا فكده ما عادش حينفع الكلام ده تاني معاه قال أنت هنا ما عادش حيعد حيسمعه وأعرب عن امتنانه لكل المصريين اللي خارجين وشاركوا في هذا ومش بس كده وشكر المنافسين بتوعه في الانتخابات رغم أن أنا عايز أقول له حضراتكم ودي حاجة بروتوكول سياسي جميل ولطيف برضو بيتم إرساء القواعد بتاعته أنه يجب أن تخرج سواء فسته أو ما فوزتش خسرت الانتخابات لازم تخرج تشكر اللي وقف جنبك وتشكر المنافسين بتوعك ودا شيء مهم جداً في الحياة السياسية المصرية ده شيء مهم علشان أنت تحتاج دائماً أن تؤيد تثقيف المجتمع بمبادئ سياسية واضحة وبرضو على فكرة فتاح السياسي ما بينساش أن اللي عملته مصر مش بس علشان انتخابات الرئاسة ده إيه دي رسالة للعالم وإنتو اللي عملتوه يا مصريين هو رسالة للعالم فرح إيه لها كده في سطره ولا سطرين في وسط الكلمة بتاعته قال إيه إن الحرب في غزة بتستجعي استنفار الجهود علشان الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية وأن اصطفاف المصريين هو تصويت للعالم كله لإعلان رفض المصريين للحرب وليس فقط لاختيار رئيسهم بمظهر مشرف رغم الحشود غير المسبوقة يعني هالقضية لم تكن أن أنت بس خارج انتخابات رئاسة لانت خارج انتخابات رئاسة وبتأيد شخص مرشح نفسه أخذ قرارات هامة جدا وإنت وقفت ووينت إن أنت واقف وراء هذا الشخص الرسالة وصلت بعلم الوصول مع تحيات الشعب المصري شكرا خلصت الحدود عشان ما تطلعش دولة بعد كده تتنطط علينا وعلاق بصوا أنا معينتش هيكون عندي صبر في مواجهة أي نقد يوجه لينا بعد كده في الأيام القادمة وفي السنب بنا يطول عمره وعمركم اللي حيفتح بقه تجاه مصري بعد كده حيكون الرد معاه خارج نطاق حاجات كتير جدا إحنا بنحاول إن إحنا دايما نكون في إطارها ليه؟ لأنه لم يعود هناك مجال للنفاق معادش عندي مجال إن إحنا ننفق حد ولا حد يقعد يتنطط علينا خلصت الحدودة أدي الشعب وأدي كلمة الشعب وأدي الرئيس اللي اختاره الشعب وأدي قرارات مصر كلها أهو والراجل ده واقف وكلنا وراه ها؟ حد ليه شوق في حاجة تانية؟ ما أظنش ولو حد طلع واتكلم مرة تانية هنعرف نرد عليه كويس جدا وسيستطيع هذا الرجل اللي احنا اخترناه رئيسا لست سنوات القادمة إنه هو يرد ويرد بإرادة ويرد بقوة ولن يستطيع إنسان بما فيهم إسرائيل تفتح بقوة وتقولك والله أصل الانتخابات وأصل مش عارف مين وأصل حبشتكنات وأصل 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 فيش كلام خلص كل هذا الكلام كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة جميلة جدا سأبل ما أخود زيادة فيها عايز أقول لكم ردود الأفعال نرصدها كده حتوصوا أن هناك ردود أفعال رسمية حتبدأ تطلع على طول طبعا ولكن هناك ردود أفعال اللي إحنا بنسميها إيه فورية يعني ناس قاعدة تنتظر النتيجة علشان تعلق على هذه النتيجة يمكن أول واحد على الإطلاق محمد بن زايد اللي هنى على السوشال ميديا يعني الرجل ده قاعد بيتابع وراح طالع بالتويتر بتاعته على السوشال ميديا بيهني الرئيس عبدالفتاح السيسة بزقة الشعب المصري في الانتخابات وأمين عام جامعة الدول العربية طلع أيضا في هذه التهنية طبعا هتكتشفهم أن كل كل الدول العربية وغيرها بتبدأ تهنئ الرئيس الذي تم انتخابه أو اختياره من شعبه أمير قطر والعهل الأردني وسلطان وسلطان عمان وليل عهد البحريني و كويس وأمير الكويت وخادم الحرامين الشريفين وطبعا سعد الحريري ده طبعا سياسيا خرج يهني ناس كتير وشخصيات عامة دولية وغيره سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بعد نتيجة الانتخابات في مصر طبعا تم الاتصال بيها بلوية تعلق على إيه قالت لك نتطلع لمواصلة شراكتنا مع الرئيس السيسي والله وإحنا بنتطلع برضو حضرتك سيادك إنما برضو من الداخل بقى المصري حتكتشف أن رئيس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزير الخارجية والزميل العزيز دير رشوان الرئيس الهالة العامة للاستعلامات ووزارة الداخلية وغيرها ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ وشيخ الأزهر والكنيسة القبطية الكاثوليكية والأرثوذكسية أنا آسف والعديد من الجهات والمؤسسات في الدولة وكل الأحزاب خرجت تهني اللي عجبني أيضا أن حازم عمر المنافس في الانتخابات واللي حصل على المركز الثاني باربعة ونصف المية من أصوات المصريين ودي علامة فارقة وأنا بشكر حازم عمر وبشكر حزب الشعب الجمهوري وبشكر إن هو خطط وقال إحنا مخططين وإحنا محضرين نفسنا على الأرض وأنا قلت لكم من أول يوم لو تلاحظوا اللي أنا شفته تنظيميا مستقبل وطن والشعب الجمهوري اللي واقفين مستقبل وطن بيدعم عبد الفتاح السيسي والشعب الجمهوري موجود على كل منطقة وفي كل مكان ومحضر نفسه وقال لك أنا بختبر وبرمي الأدام فيخرج ويقول كلمة ويهنئ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوز وهي دي الروح السياسية اللي إحنا عايزين نشوفها في مصر هو ده اللي إحنا نفسنا إن إحنا نعيشه ونكرره ومرة الجاية سيكون هناك مرشحين آخرين أظن الأحزاب قدامها فترة بتحضر نفسها على فكرة الانتخابات اللي جاية بكرة مش بعد ست سنين أي انتخابات في أي حزب سياسي لازم تعتبرها بكرة وحتابعهم بقى حاجات كتيرة بتتقال وحتابعهم تعليقات كثيرة جدا في الأول وفي الآخر ومرة تانية بقولها لحضراتكم قبل ما نطلع فاصل اللي فاز في الانتخابات دي مصر واللي قدل بصوته قدل بصوته عشان خطر مصر بغض النظر عن النتيجة وعن الشخصية وعن الشخص وعن توقعاتنا كلنا وعن توقعاتنا للنتيجة كل ما يمكن أن تتحدث عنه اللي فازت في هذه الانتخابات هي مصر وفازت بيكم انتم سيسيب حضراتكم مع كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان فوجه في انتخابات الرئاسة عشرين اربعة وعشرين ونطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني اللي حاليوم بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد استفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين فالاستحقاق الانتخاب الرئاسي وهما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حويد وفاعلية المجتمع المصري بكافة أطرافه وفئاته ويؤكد على أن إرادة المصريين نافزة بصوت كل مصري ومصرية ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق ولذي تواجه فيه الدولة هزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثيله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام وكأن استفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية في مشهد حضاري راق تضافرت فيه جهود الدولة حكومة وشعبا ليخرج بهذا المظهر المشرف والذي لم يشهد أي تجاوزات أو خرقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة أبناء مصر وبناتها أقول لكم بالصدق المهود بيننا أني أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها كمؤكد إدراكي بأن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمة وأجدد معكم العهد بأن نبزل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها هذه مصر التي نحلم بها جميعا وهؤلاء هم المصريون الذين يحدهم الأمل في بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعا مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية التي شاهدتها العملية الانتخابية وهما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى ناتجا عن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية ومن كل قلبي أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسي راق يماهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع أبناء مصر الكرام أن فخري بكم لا حدود ولا نهاية له واختياركم لي في مهمة قيادة الوطن هو تكليف أتحمل أمانته أمام الله عز وجل وأمامكم وسيشهد التاريخ به وكم ازداد فخري وأنا أشهد بعين متأملة جمهور الشعب المصري تعبر عن نفسها في المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه وعن حيوية مصر ومستقبلها وكالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة أخرى بأنها صوت الضمير الوطني المعبر عن صمود وصلامة أمتنا كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجا للوعي والإرادة ويأكدون مرة أخرى على أنهم صناع المستقبل وزارع الأمل والشكر بوصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التي استدعت الفخر والاعتزاز وفي نهاية حديثي إليكم وأكد أنني كما عهدتكم رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة أنتمي إلى المؤسسة العسكرية ولا أملك في مهمتي التي كلفتموني بها سوى العمل بكم ومن أجلكم لا أدخر جهدا ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى وتحقيق آمالكم وتطلعتكم أني اختياركم لي لقيادة الوطن إنهم هو أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبها واصطفافه الوضي دائما وأبدا وقبل كل شيء وبعد كل شيء بالله سبحانه وتعالى تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقف يجب أن نتوقف أمامه وأن ننظر في أبعاده وأن ننظر في الأيام التالية عليه الإعلان عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات عشرين واربعة وعشرين أبعاد هذا الحدث تأثير هذا الحدث على دوائر مختلفة في العالم ردود الأفعال المختلفة حاجات كتير يجب أن ننظر إليها الشأن الداخلي الملفات الرئيسية القادمة لازم على طول نبدأ نتحرك وننظر في هذا الحدث الكبير الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات الرئاسية وننظر أيضا في الكثير من المعطيات المختلفة التي ننظر فيها دائما في اليوم التالي يعني دائما لما بيعمل عندك حدث يقولك دا دا افتر هو إيه اللي هيحصل في اليوم التالي اسمحولي أرحب بضيوفي في هذه الفقرة النائب أصام هلال الأمين العام مساعدة حزم مستقبل وطن وعضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أهلا بيك فنن أهلا بيك فنن الدكتور محمد ممدوح صديقي العزيز رئيس مجلس ومناء مجلس شباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أهلا بيك فنن أهلا بيك فنن والزميل العزيز الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يجتمع أمام حضراتكم الدراسات الاستراتيجية والفكر يجتمع أمام حضراتكم أيضا المجلس القومي لحقوق الإنسان والشباب المصري ثم التشريع والنيابة وتمثيل الشعب المصري من حزب يعتبر الأكثر تنظيما في الحملة الانتخابية السابقة والداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي أنا جدا جبت لكم مجموعة كبيرة من هذه المعادلة وحبق بحزب مستقبل وطن سيادة النائم أولا اسمح لي أن أنا أشكركم على التنظيم لأن من الواضح أنا كلمت مع المهندس حسام الخولي وقعد شرح لي أنتوا عدتوا بقالكم كم شهر بتنظمهم وإزاي مجموعة بتكلم مجموعة وكل واحد ماسك ملف لدرجة أن أنا سألته في ملف وقال لي مش بتاعي ما قدرش أن أنا علق لك عليه شفت الحلة شفت عجبتك الحلة هل ده صحيح أنتوا فعلا كلكم مكلفين قدام بعض بملفات واشتغلتوا في الانتخابات الرئاسية من هذا المنطلق خليه في الأول حي ساعتك على التشكيلة اللي ساعتك النهاردة في حلقة اليوم وخاطينا أن نقول أنها جاية في توقيت كل بهجة على الشعب المصري وكل سرور ولابد من قبل ما نبدأ أي حديث أن نحن نوجه التحية للشعب المصري صانع هذه البهجة وصانع هذا الحدث وصانع ما نحن فيه هو الشعب المصري فتحية تقدير واحترام لهذا الشعب العظيم الأد من مشهد وملحمة سنظل نتحاكى بها ومش أعرف إذا كانت ممكن نحن نشهد مشهد آخر مسيل له وقريبا سنشهد بإذن الله إن شاء الله تعالى لسه عندنا محليات ولسه عندنا نواب ولسه عندنا شيوخ لسه عندنا حاجات كتير قادمة فيه استحقاقات حلوة قادمة والشعب سيقبل عليها للتأكيد ولكن يعني ممكن العوامل اللي توفرت في هذه المرحلة وفي هذه الانتخابات وليبد أن نحن لا ننكر أن شخص السيد الرئيس وشعبيته ومواقفه وانحياز الشعب في المقام الأول قبل ما هو كان اختيار مرشح ما بين أربعا مرشحين قد ما هو كان انحياز وده اللي قاله مهاردة السيد الرئيس في خطابه أنه كان انحياز للدولة المصرية وتصويت على سياسات الدولة المصرية في هذا الوقت اللي بتمر به الدولة المصرية بحزمة من التحديات الكبيرة أرجع لسؤال حضرتك المهم وهو حزب مصابة الوطن وإحنا مبنزيدش يعني في المرحلة الصابقة يمكن الكلام دا كان واضح على الأرض إحنا كحزب مصابة الوطن كان يملك من التنظيم وهو كرافد أساسي من رافد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عفتاح السيسي أو الرئيس عفتاح السيسي بعد هذا الإعلان فهو كان رافد أساسي بالإضافة الرافد أخرى ولكن زي ما حضرتك أشهرت حزب مصابة الوطن امتلك من الخبرات الانتخابية والسياسية اللي جعلته أن يكون مؤهلا لتصدر المشهد الانتخابي في الحجد وفي التنظيم وهو كلام بنته إحنا يعني خلينا أقول بصرف النظر عن تاريخ حزب مصابة الوطن اللي هو كان بادئ من 2014 لكن نقول إن هو شهد مجموعة من الخبرات الكبيرة منذ الانتخابات الرئاسية 2018 لانضمام حمل كلنا معك للتنظيم الحزبي اللي كان موجود فأصبح بيحمل خبرات انتخابية كبيرة مرنا بانتخابات معنا مش عاوزين ناخد التاريخ مرنا بانتخابات 2018 دخلنا على انتخابات النيابية في 2020 اللي هي مجلس النواب ومجلس الشوخ ويمكن كانت برضو دي بداية مشهد حزبي جديدة على الساحة السياسية المصرية دخلنا فيه اقتلاف لا نريد إحنا كحزب مصابة روطن إن إحنا نحتكر الحاجة السياسية لا بالعكس احنا كان همنا من اليوم الأول وده بالنسبة لنا مستهدف إن احنا يبقى فيه نوع من أنواع التشاركية السياسية اللي بتعمل إسراء للحياة السياسية المصرية وبالتالي عملنا اقتلاف دخلنا في اقتلاف وطني اتكويلت منه قايمة وطنية في انتخابات 2020 زكاة مجلس نواب أو مجلس شوخ معروف طبع ثم انتقلنا بقى للمرحلة اللي احنا فيها اللي هي الانتخابات الرئاسية احنا استعدنا زي ما بحل لحضرتك بمجموعة من الخبرات اللي أنا أصرت جزء منها بهيكل تنظيمي موجود عندنا من أول تحت الوحلة الحزبية اللي موجودة في كل قرية وكل ناجع مرورا بتنظيم حزبي في المركز مرورا في المحافظة حتى الأمان المركزية ويمكن احنا أضفنا لهذه المسألة في الانتخابات الرئاسية تحديدا ان احنا عملنا نوع من أنواع التكليفات التنظيمية لهذا التنظيم ان احنا لابد ان كل فرض تنظيمي انا عندي واحدة حزبية مكونة من 15 واحد عندي تنظيم حزبي واحدة في الأمانة في المقسم والمركز عندها تشكيل حزبي أزيب من 41 فتم تكليف كل أمانة نوعية وكل فرض داخل الأمانة العمومية بيعنده استهداف على أقل 25 فرض ده قطرة تصويتية يمكن احنا بدأنا بيها الساعة الأولى لان احنا كان عندنا هدف أساسي ويمكن كان ده هدف أساسي داخل الحملة الرسمية وداخل الحزب ان احنا بنقول اليوم الأول الساعة الأولى لو انت عندك ألف انت ضمن 25 ألف صوت لان احنا كنا مؤمنين دس انت بعد إذنك بقى كم شخص انت طلبت منه ل 25 صوت دون تقريبا احنا كان المستهدف بتاعنا بهذا العدد ان احنا نصل في المقام الأول ل8 مليون العدد اللي وفقا لتشكيلاتنا الحزبي بسم الله الرحمن الرحيم احنا الصبحية عندنا 8 مليون صوت في السنة لان احنا مؤمنين وكان ده شعارة رفع داخل الحملة الرسمية واحنا كرافض من روافض الحملة الرسمية رفعناه اليوم الأول الساعة الأولى ان احنا كنا مؤمنين بحاجة اسمها العدوى السلوكية العدوى السلوكية لدى الشعب المصري ودي حصلت على سنة ودي فعلا كانت نتائجها إيجابية جدا خلال التات يام العدوى السلوكية اللي حصلت من الساعة الأولى في اليوم الأول انطلق لليوم التالي انطلاقنا اليوم التات شاهدنا المشهد العظيم اللي عملوا تنظيم حزب المصابة بالاضافة برضو لا ننكر ان كانت الصورة بالنسبة لنا واكتمال بقى من احزاب اخرى ومن تشكيلات سياسية بس انا اعترف لكم انكم كنتم الاكثر تنظيما دكتور محمد ممدوح هنتقل على طول فورا هنا لنفس الحدوتة الان رؤيتك لكلمة الرئيس والرسالة اللي ارسالها خارجية ما خبالك ان انت بقى انت هنا بتتكلم على المجلس القومي لحوه الانسان كل تأكيد وبتتكلم ايضا على شكر الرئيس للشعب اللي هو من ضمنه فئة الشباب اللي ما كوناش منشوفها بتشترك في السياسة بشكل قوي رؤيتك ايه لكلمة الرئيس ونعكسها دوليا كل تأكيد كلمة السيد الرئيس النهاردة كانت كلمة مختلفة لان ده بيأكد على ثقة المواطن المصري في القيادة السياسية وسياسات الدولة التي تم اتباحها على مدار السنوات الماضية كلمنا في الحلقة السابقة على فكرة ان احنا بنتحول من دولة اشخاص لدولة مؤسسات الدولة المصرية خلال الجمهورية الجديدة تعتمد الفكر المؤسسي فحضرتك لما بتنزل بتنتخب بتختار المرشح بتختار السياسات التي ترغب فيه ان تستمر في العمل خلال السنوات المقبلة او بتختار النهاردة تغيير بشكل من الاشكال الناس رهنت على حاجات مختلفة ناس كتير من الخارج كانوا بيرهنوا على عدم مشاركة المصريين طبقا للمواطيات اللي كانت موجودة قبل كده العزوف المستمر في الاستحقاقات السابقة الازمات الاقتصادية التي لا نستطيع ان ننكرها وكيف يمكن لمواطن يمر بازمة اقتصادية ايضا في ظل حالة التراب اقليمي تعصف بالاقليم ان يختار وينزل للمشاركة ويدرب مثل من التفايل في اظهارة الوطنية بهذا الشكل كمان بتكلمش على تم هنا بتكلم على تم بره كمان اكتر من اللي تم هنا المصريين بالخارج اللي بدأت الموضوع بانت من بدري من يوم واحد واثنين وتلاتة المصريين لما خرجوا وقطعوا الاف الكيلومترات عشان خاطر يبينوا ان احنا لنا حق ننتخب وان احنا يجب ان نكثر ما حدث في عام 2018 من نزول الكيرف ل158 الف صوت بس اللي كانت شاركه في انتخابات 2018 كان مشهد مختلف كلمة الرئيس النهاردة بتدي رسالة لعالم كله ان هناك رئيس لسه في ولايته مكملة موجودة معانا ما يقرب من اكتر من 90 يوم مستمر معانا بالاضافة لست سنوات جديدة حائز على مشاركة كاعلة من قطاعات الشعب المصري بتكلم 66% من المصريين فانت بتتكلم فهو رئيس حائز على شرعية قوية من مواطنين لم يعزفوا عن المشاركة ولكن نزلوا في انتخابات تعددية واضحة لا احد يستطيع ان ينكر ان انتخابات عام 2024 كانت انتخابات تعددية بكل ما تحمله الكلمة من معاني لدي تيارات حزبية مختلفة لدي تحالفات من الاعزاب وبنتكلم عن حزب مستقبل وطن هو كان متحالف مع حزب حماة الوطن معدد من الاحزاب الاخرى مؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عندي تحالف اخر كان يؤيد المرشح فريد زهران المكون من حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل وايضا مجموعة من احزاب الحركة المدنية فانا بقى عندي احزاب موجودة عندي حزب تاني كان في تحالف احزاب المولاة وهو حزب الشعب الجمهور الذي اغتقى ان لديه الفرصة والقدرة على المشاركة فنزلوا مرغم ان هو كان دائما مؤيدا للرئيس الفتاح بس هو حزب امر قعب معايا هنا وقالت انا نازل ان احنا انا وعدت عند تأسيس الحزب ان احنا هنكون منافسين في الحياة السياسية المصرية وده تغيير في فلسفة معطيات السياسة المصرية عدم الارتكان للمربع الامن عندنا فيه كده فكرة الكونفرت زون اللي موجودة عند بعض الحزاب طب ما نوجود من ضمن تحالف الدولة اه انا موجود ضمن المعارضة وخلاص اخرج ليه طب ما يعني المربع اللي انا عرف احسن ما لا ما اعرفوش غيروا الشكل الموضوع اختلف وده هي انعكس بكل تأكيد مش عايز انسى طبعا حزب الوفد ودكتور عبدالساند يماما واللي صحة كتير من التشكيلات الحزبية اللي موجودة في المحافظات المختلفة اللي كانت بتعتزب وفديتها على مدارة الكثير من التعليقات داخليا داخل حزب الوفد على هل فعلا صحي حزب الوفد ونزل ولا لمنزلش دي حدوثة تانية خالص ولكن دي حدوثة وقصة وجود حزب الوفد شيء مهم جدا ووجود مرشح من حزب الوفد شيء مهم المشهد النهائي الداني انتخابات تعددية تشارك فيها الأحزاب السياسية المصرية وده انعكس على المشهد الخارجي وخلى اللي شايفني برة يعرف ان مصر فيها حالة من الحراك الايجابي الذي سيؤثر بكل تأكيد على قرارات الرئيس القدر طبعا عايز اقول لحضراتكم حاجة يوم التلاتة اللي فات احنا لما طلعنا الهواء انا عادت معاكم على الهواء تقريبا 8 ساعات او 9 ساعات انا خلاص يعني مش فاكر بالزبط قدي ايه ولكن لما بدأت نتائج السناديق تطلع كان ضيفي في الفقرة الدكتور العزيز صبحي عسيلة وبدأنا لان احنا انا رجل بتاع انتخابات قديم على فكرة فانا مسك ورق او قلم وباخد نتائج صندوق 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 قعدنا نضرب ونجمع شوية ارقام كده فخرج الدكتور صبحي عسيلة محللا قالك احنا بنلعب ما بين قد كذا وكذا هيكونوا لعب بالفتاح السيسي وهنلعب في المناطق الفلانية والفلانية والفلانية اذا اعود اليه النهاردة ان احنا مكناش نقدر نقول الكلام ده ايامها لغاية لما الهيئة الوطنية والانتخابات واحتراما لقرار الهيئة الوطنية والانتخابات احنا لا نستطيع ان نعلق على ارقام او ان احنا نطلع نسب اعود اليك حديث الارقام من اللي خرج النهاردة رؤيتك وحديث الارقام اللي حصل عليه عبدالفتاح السيسي اللي حصل عليه كل مرشح التحرك نفسه في الساحة الانتخابية او في الصندوق طيب مساء الخير صاح الشير دي مساء الخير على الزمن الافاضل وعاوز اقول في البداية يعني مبروك لمصر ومبروك طبعا رئيس عبدالفتاح السيسي ده يعني اذا جاء انه هو تشريف هو تكليف في الحقيقة وزيادة للعب الى انه يعني المسئولية بتزيد والصعوبات بتزيد والتحديات بتزيد بس لا الشعب خاز للرئيس السيسي ولا الرئيس السيسي سبق انه خاز للشعب ده فمبروك لمصر وانا سميت النهاردة الانتخابات دي انتخابات اللا خاسرة فيها ما فيهاش حد الخسران فازة مصر انا بسميها الفازة الاول والرئيس السيسي الفازة التاني وبالترتيب السادة المرشحين كلهم فازوا في الحقيقة يعني كلهم فازوا لانه زي ما الدكتور قال وسيادة النايب قال احنا كلنا كله كانت نفس على ارضية وطنية مفيش حد بره هذا المشروع خالص وبنان عليه التجربة كلها ناجحة للشعب المصر وممكن هنتكلم في رسائلها وتدعياتها بعد كده لو بسرعة هقول لحضرتك الارقام وما اعلن وما توقعنا حتى من الحضرتك بتقول اللجان القليل ساعتها والمشهد كان موجود من اول ثلاثة ايام كان واضح ان نسبة المشاركة نسبة المشاركة اولا راح فيه هو ده كان التحدي الرئيسي انه نسبة المشاركة وهنا لازم حي كل الاحزاب في مقدمتهم حزب ومستقبل وطن كل الحملات الانتخابية وزاد حزب ومستقبل وطن ازاي قدر يحشد الناس ان الناس تخرج للتصويت بهذه الكسافة في ظل هذه الظروف ده شيء غير مسبوك في مصر وهذا التنظيم وهذا التنظيم طبع انا تاني مع حضرك المرة اللي فاتت قلت جهات كتيرة كنت مسؤولة عن ده وحيينا وزارة الداخلية وحيينا الهيئة الوطنية الانتخابات الكل كما قام بدوره كما يقول الكتاب فخرج هذا المشهد بالشكل اللي احنا اتكلمنا عليه انما انك تتجاوز رغم كل التشكيك انك تعمل انتخابات تاريخية في مصر في الظروف دي توصل بالنتيجة الى 67 ويعني ايسا كلمة 67 عشان اللي بيصنعنا يبقى عارف يعني تلتين المصريين نتكلم على تلتين المصريين بيخرجوا الانتخابات هذا لم يحدث في تاريخ هذا البلد ويسجل ضمن حتى 67% من المسجلين في الانتخابات بالظبط ده تلتين يعني مش عشان ما ننساش بس هذا الرقم فدي نسبة فارقة وهو ده كان التحدي الاساسي واللي حضرك اشرت ليه في كلمة السيد الرئيس هو بيحي المصريين على خروجهم لان انا قلت كمان مع حضرك المرة اللي فاتت الخروج لم يكن لرئيس واللي كان خارج عشان رئيس او عشان مرشح كان ممكن الدعوات بتاعت المقاطعة والتشكيك تأثر عليه انا قلت المرة اللي فاتت مع حضرتك هذه الانتخابات كانت واجب وشعور بالواجب اكثر منها شعور بالحق الناس خرجت وده كان الهدف الاساسي ان الناس تخرج تصوت لاي من المرشحين توقعنا ده من الاسبوع الاول في ازمة غزة احنا من منتصف اكتوبر ارينا وقلنا لحضراتكم وكان مع الدكتور صبحي ان هذا الملف سيسيطر على السياسة الداخلية والخارجية ولكل دول العالم ولاشهر عديدة قادمة ومن كان اولها على الانتخابات الرئاسية وظن ان انا قلت مع حضرتك انه النسبة بترتفع انا قلت مع حضرتك في حالتين بترتفع فيهم النسبة منتابع كل الانتخابات اللي فاتت اما ان يبقى في استقطاب شديد في المجتمع وانقسام شديد في المجتمع زي ما حصل في 2012 او تكون الدولة مهددة زي ما حصل في 2014 حيث كانت الدولة خارجة من صورة يونيو والدولة فعلا يعني شبه دولة كما سمناها الرئيس عبدالفتاح السيسي هنا بتعلن النسبة وهم دول المرحلتين اللي شاهدنا فيهم نسبة تصويت مرتفعة التحدي المراضي والتحدي الامني والمخاطر اللي تحيط بالامن القومي انا قلت لحضرتك ستكون دافعا اساسيا في خروج المصريين عشان يصوتوا الرئيس سمها النهاردة رسالة في هذا الموضوع النقطة التانية بس في الارقام بس حاجة كمان في الارقام شوف حضرتك الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل طبقا للإعلان على 39 مليون وكسور نتكلم في 40 مليون عايز اقول لحضرتك ان دي تقريبا تقريبا اقل قليلا من النسبتين يما تجمع النسبتين اللي حصل عليهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات 14 و18 كانوا في حدود 45 مليون انت بتتكلم المرة دي على 40 مليون طب كمان رقم عشان الناس برضو تبقى معنا احنا كنا بنتكلم في حدود 59 مليون مسجل قبل كده للتصويت بقوا 67 مليون كايز يعني فيه حوالي 7 8 مليون 9 مليون اضافة عظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي في اخر انتخابات حصل على حوالي 21 23 مليون اللي هي انتخابات 18 النهاردة بيحصل على 39 اذا احنا بنضاعف تقريبا هذه النسبة بتتكلم على 20 مليون زيادة العشرين مليون زيادة دول يا سيد محمد زي ما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت لو تتكلم على الوافدين والجدد الى العملية التصويت اللي هم الناس اللي عدوا 18 سنة لما تتكلم على العمر ومراح انتخابات قبل كده تسمع لي تفضل والشباب والشباب انا اقول لحضرت الراهان في الحلقة دي انا اعاوز اقول مصر حضرة يعني هي الشباب كان متصدر المرأة متصدرة انا اقول مرة كله كان موجود يا ساد النائب انا كمواطن مصري وسياسي ابهرني مظهر نزول الشباب للحياة السياسية المصرية حنوقف هنا حنطلع فصل ونرجع نكمل النقطة دي لانها مطمئنة رأى ارقام مهمة على الشباب والمرأة لازم اقولها لك بعض الفصل بالزبط كده الارقام الهمة اللي حنبقى نحللها مع حضراتكم على فكرة في حلقات كتاية كتير لان احنا هنجيب لكم بقى تقسيمات الحضور والمرأة والشباب ما هدي كلها نسب سيتم الاعلان عنها للجميع على فكرة نطلع فصل و هنرجع تاني الحياة اليوكو بسم الله الرحمن الرحيم على مدار اكثر من ثلاثين يوما جرت خلالها الانتخابات الرئاسية الفين اربعة وعشرين والتي شرفت بتكليفي من حزب الشعب الجمهوري لخوضها مرشحا عن الحزب عملنا بكل جد وإخلاص لعرض برنامجنا الرئاسي واستطعنا ان نصل الى جموع المواطنين وكان طموحنا الفوز بالانتخابات من اجل تطبيق رؤيتنا وبرنامجنا وبعد نتيجة الانتخابات فاننا نحترم ونقدر اختيارات الناخبين ونعتز بما حققناه في الانتخابات الرئاسية الفين اربعة وعشرين فبالرغم من كونها التجربة الاولى للحزب في الانتخابات الرئاسية الا انها ستظل علامة مضيئة اظهرت قوة الحزب وتماسكه والتي ظهرت جليا على الارض وسنعمل على الاستمرار في تدعيم الحزب والبناء على ما تحقق استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة ونؤكد ان منهجنا هو المشاركة الفاعلة وخوض الاستحقاقات الدستورية سعيا لتطبيق رؤية الحزب وبرنامجه كل الشكر لجموع المواطنين الذين سطروا مشهدا وطنيا وحضريا واقول لهم ما ابديتم من ثقة تدفعنا لمزيد من العمل في خدمتكم والتعبير عن شواغلكم والى اعضاء الحملة الرئاسية وجميع اعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري التنظيمية والنيابية وقواعده الشعبية الذين وصلوا العمل ليلا ونهارا وبذلوا اقصى جهدهم تطوعا من دون مقابل ولاشهر طويلة من منطلق ايمانهم العميق بقيمة رسالتنا واهدافنا الوطنية اقول لكم انني اكن لكم كل الشكر والتقدير واوكد لكم باننا وان لم يحالفنا الحظ في تجربتنا الاولى في الانتخابات الرئاسية الفين اربعة وعشرين فاننا منذ اليوم سنبدأ مرحلة الاعداد للعودة وبقوة للمنافسة على كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل افضل واكثر انتشارا ولن نستثني من ذلك انتخابات الرئاسة القادمة الفين وثلاثين والتي سيسعى الحزب الى تكليف مرشحا يحدد في حينها من قبل حيئته العليا واخيرا ومن منطلق شعارنا مصر اولا مصر دائما اهنئ الرئيس المنتخب السيد عبدالفتاح السيسي لحصوله على ولاية جديدة من الفين اربعة وعشرين الى الفين وثلاثين وادعو الله عز وجل ان يوفقه لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين وفي هذا الصدد يسعدني ويشرفني ان اقدم لسيادته برنامجنا ورؤيتنا مؤكدين على استمرار حزب الشعب الجمهوري في العمل على كل ما فيه صالح الوطن والمواطنين مصر اولا مصر دائما حفظ الله مصر وشعب مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت بعرض على حضراتكم كلمة المرشح الرئاسي حازم عمر الحقيقة تحية لحازم عمر تحية لانه هو حتى اساس حيمشي عليه اي مرشح في اي انتخابات لاي منصب بعد كده هو مش بس خرج وكسب ناس زيادة ده هو كده كسب بالفيديو ده انما ايضا خاطب اللي انتخبوه واللي ما انتخبوهوش وخاطب الرئيس القادم الذي فاز وقال ايه في الاخر لو تلاحظوا ان احنا بندي برنامجنا لهذا الرئيس لان هو ايه ده برنامج معمول في رؤية وفي قناعة من الحزب اللي بيقدموا ان هو ده الطريق او هي دي الحلول اللي بيخترحوها لمشاكل هم رصدنها في الحياة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وغيره 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 هو ده اللي مطلوب خلاص انتخابات خلصت نصطف جميعا لمصلحة ايه مصر اعود الى الدكتور صبحي عسيلة حديث الارقام قولي احنا كنا بنتكلم على موضوع الشباب وباختصار شديد جدا يعني ايوا هي نسبة الشبابة ده ايه في الموضوع ده خليها نرجع للجهاز المركزي التعباع العامة والاحصى اللي بيقول لي من 18 سنة 19 سنة الى فوق نسبتهم ايه لما ترجع حضرتك ونشوف النسب باختصار شديد هلا ان الشباب من 18 سنة ل40 سنة اللي احنا بنتكلم عليهم في التعريف دول نسبتهم 6 انا شباب اه دول نسبتهم 56 ونص فلاص وال40 سنة ال40 سنة فاكسر دول نسبتهم 43 ونص خلينا ناخد ده كمعيار ونروح لل67 مليون المسجلين في الانتخاب اللي لهم حق الانتخاب ونشوف نسبة الشباب يبقوا قد ايه لو من 20 ل40 سنة من ال67 يطلع عندنا 37 مليون 38 مليون تقريبا اللي 40 سنة فاكسر 29 مليون اذا انا باختصار شديد جدا لو افترضت ان الكبار السن اللي هما بيتكلموا عليهم اللي هما 40 سنة فيما فوق صوتوا جميعا عن بقرة ابيهم بما فيهم المريض وزاوي الاحتياجات كلهم كلهم واللي منزلش انا هفترض ان كلهم صوتوا كلهم نسبة التصويت عندهم 100% يعني صوت فيهم كان 29 مليون واحد من 10 29 مليون يعني ما تترحهم من الناس اللي صوتت في الانتخاب اللي هما 44 و7 من 10 مليون يتبقى 15 و7 من 10 مليون دول بالضرورة ما بوش من الفضاء دول بالضرورة جم من القطاع اللي اسمه الشباب اللي هي الفئة اللي هي مدون 18 الاربعين سنة دول يمثلوا كم من نسبة التصويت دي يمثلوا حوالي ارخام 34 35% لما تتكلم على نسبة تصويت داخل الفئة دية ده انا بفترض ان التانية 100% وهذا غير صحيح طبعا بس انا هقول الحد الادنى يبقى احنا بنكلم على كام 35% كحد ادنى حد ادنى ده الحد الادنى خالص لو افترضت ان 100% بعد اصنع داتك بقى انا هاخد لك الارقام دي بشكل واخر هو 66% صوتوا مش كده نعم 67% طيب نقسمهم اتنين يبقى 33% احسب لي 33% من الرقم ده و33% من الرقم ده ممكن تحسب ده بس انا تاني بقول على الارقام علشان محدش يجادل لا ده 40 لا ده 50 انا بقول هفترض ان 100% من كبار السن صوتوا مش من المشهد الموجود هفترض ده جدلا اذا يتبقى عندي 35% مشاركة شبابية لو كانوا ونفس الكلام اعملوا على السيدات على النساء لانه برضو بنتهم ان انتخابات والمرأة هي المتصدرة لو حضرتك تاني اجمالا الجهاز المكاسي تعبى على الرقم الاحصى النسبة ما بين 52-48 خلينا عشان نسهل الموضوع نقول 50-50 في نفس كل الفئات العمرية دي اذا 50-50 بتتكلم على 67 مليون يبقى نصهم كم من المرأة 33 مليون لو افترضت ان كل سيدات مصر كلهم عن بكرة ابيهم ايضا صوتوا في هذه الانتخابات يبقى 33 من 44 ونص يتبقى كم حوالي 12 مليون بنا ادم تاني صوتوا من الرجال والنسبة تي تبقى دي ايه منهم هتلاقي النسبة لا يمكن حد يقول ان هذه الانتخابات لم يخرج اليها الرجال او الزكور يعني ولا يمكن لحد يقول انها لم يخرج اليها الشباب باي حال من الاحوال وانا بتكلم على ارقام ما عندناش ارقام بس هذه هي النسب المعلنة من الجهاز المركزة تعبال عامل احصى عشان نشوف المشهد ونأكد الصور اللي احنا كنا شايفينها بعننا انا بالضبط عايز يقول لكم الدكتور صباح اللي بتاع دراسات فهو ساب كل الارقام والليجان هو مليش دعب بها وراح على الجهاز المركز اللي تعبال عاليحصى وراح اخذ تأسيمة المجتمع المصري نفسها وراح مطبعها على الارقام اللي خرجت من السنة دي وقال لك لو الارقام دي صحيحة يبقى انت امام نسبة مشاركة اد كذا ونسبة مشاركة اد كذا ونسبة مشاركة مشاركين الاخرين حصلوا على نسب ضئيلة يعني اربعة في المية ويعني اربعة ونص في المية انت جايب مليون ونص صوت ولا جايب اتنين مليون صوت وانا هممني جدا ان انا اقول لكم انا بالنسبة لي انا كشخص ده ما يهمنيش والله حتى لو اخذ مئة الف صوت بس خلونا نشوف رأي ضيوفي في هذه النسب اللي انا بوعيدكم انت حتشوفها متغيرة بعد كده حدق بالدكتور محمد ممدوح كل تأكيد يعني معيار النسب كان مين خد انتخابات بجد ومين النهاردة خد الانتخابات باقل جدية وانش نقول ما خدقاش بجدية خلص كل واحد بيطعب بيلاقي لما نيجي نبص عن حملة المرشح حد الفتاح السيسي تكوينها وتشكيلها من الاحزاب الاكثر فاعلية من تنظيماتها الموجودة على الارض من حسابتها اللي موجودة على الورق وعدم الارتكان انك تقوم بدعاية لمرشح هو الرئيس الحالي وعدم التكاسل بسبب هذا الموضوع ولكن التعاطي المستمر عدد اللقاءات اللي كان بتعقدها الحملة مع كافة الاحزاب السيسي انت راصد الكلاب بكل تأكيد احنا عندنا بالارقام نحن تراصدين كمان المنشورات اللي كانت بيتم نشراء على صفحة الحملة الرسمية على الفيسبوك لما نيجي مثلا هنبص مثال صغير جدا وهو التعاطي مع تصويت المصريين بالخارج لما لاقي حملة زي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بتنشر 40 منشور في اليوم لاقي حملة تانية زي حملة المرشح حازم عمر بتنشر 25 بوست أو منشور في اليوم عندي حملة تالتة زي الحملة الخاصة بيه المرشح فريد زهران بتنشر 18 وعندي حملة ربعة بتنشر بوست في اليوم الخاصة بيه المرشح عبدالسند يماما كان بوست كان بوست في اليوم عبدالسند يماما كان فيه 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 ايام كان فيه النهاردة هو منشور واحد في اليوم منشور بس واحد منشور واحد في اليوم في مقابل 40 40 40 آه قالية التعاطي وانك بتاخد الموضوع بجدية وانك بتبقى موجود احنا قابلنا ميزة كمان هقلب بقى يعني هاخد الهات التانية بتاعت مجلس الشباب المصري بصفة المؤسسة التي قامت بإصدار تقريرها عن رصد ومتابعة الانتخابات والحمد لله ان هذا التقرير حاز على إعجاب العديد من الجهات محليا ودوليا فنم لسه لم يحوز على إعجابي يا حدك ما بعتليش هجيلك النهاردة انا عايز تبعطلي التقرير لازم يجيلك النهاردة هتبعطلي التقرير اكيد اعتبر دواء وهيعجب سيطرة اشكرك فيه كل البنود وفيه كل التفاصيل فعندنا نقطة مهمة جدا والارقام بالارقام واحنا كمان كان فيه ميزة عندنا في مجلس الشباب المصري الانتشار ورصد اكتر من 49% من لجان الجمهورية عندنا 10 تلاف متطوع كانوا متوزعين على المراكز ولجان الانتخاب فكان عندي رصد لحظي بالعكس كمان اننا كان عندي راصدين ومتابعين في انتخابات المصريين بالخارج من السفرات المصرية بالخارج اللي كانوا شغالين على شققين قل لي بقى الارقام اللي عندك الارقام اللي موجودة بتتكلم لو هنتكلم على فائة الشباب وخلينا برضو كده يمكن ندخل في الرهام مع حضراتكم في الانتخابات نسبة الشباب 65% من المشاركين كانوا من فائة الشباب من سن 18 لسن 40 ودي نسبة النهاردة اعتقد نسبة غير مسبوقة وهنروح ونتأكد من الكلام ده لان الشباب يشمل بشقه الزكور والاناس فدي كان بالنسبة لنا نقطة مهمة كيف استطاعت الدولة المصرية وكيف استطاع الشباب كسر التابو وعدم اعزفهم عن المشاركة وانهم ادركوا ان مشاركاتهم رئيسية في هذا المعترك السياسي المهم لان احنا مش بنتكلم عن انتخابات 2024 هنبنتكلم عن ما بعد 2024 هجماعة لنزر النهاردة والاحزاب الشطرة والكيانات الشطرة استصمرت هذي الانتخابات بمثابة تمرينة او استعراض بتفرش لبكر طبعا عندي انتخابات محليات عندي شيوخ عندي نواب واللي ما يستسمرش تواجده في هذي الانتخابات ويستعرض قدراته ويستعرض عضلاته هو الخسرات سيد النائب رأيك ايه في عودة اليسار المصري فريد زهران الحملة انا عارف ان ان انت مؤيد في هذه الحملة رأيك ايه لا خلينا نقول رأيي ان انا لابد ان انا حيي التلات مرشحين جميع طبعا والحملات بتاعتهم لاننا دي يعني تأثيراتها زي ما كنا بنتحدث قبل الفاصل انا في تأديلي على الحال الحزبية الانية هيبقى لها تأثيرات ايجابية للغاية وعلى الحال سيدة القادمة لا تخيل الانتخابات الرئاسية القادمة اه عشرين تلاتين لا هيبقى عندنا اكتر من مرشح حزبي لان خلينا نقول ان ان برضو دي كانت من ضمن ايجابيات المعركة الانتخابية الحالية او الانتخابات الرئاسية الحالية اللي هي ايه المشهد الحزبي كان ظاهر فيها بوضوح في ادارة وفي ترشحا وفي كل مناحي الانتخابات والطيار السياسي ايضا بوضوح اه والطيارات السياسية الواضحة يعني انا انا كادارة حملات الانتخابية طبعا المكونات الاساسية بتاعتها مكونات حزبية مشهد حزبي باقتدار روافط حزبية اساسية داخل حملة المرشح الرئاسي عفتاح السيسي اه كل الحملات هم رأساء احزاب بصرف المظر بقى عن السوق للنسبة لكل حزب منهم زي ما حدات كده بتقول اشارت لا ده ده ظهور وانا انا تنبأ برضو الطيار اليسار المصري سيعود سيعود وهيبقى ليه وسيعود بقى طبعا ويبقى ليه جزء كبير من المشهد فيه المشهد السياسي القاضي هعود له نقطة بس ما عليش اسمح لي ونقطة مهمة جدا في قصة الشباب يعني طبعا يعني انا لا انكر كل مقيل عن ممارسة الشباب والمشهد الشبابي اللي كان ملفت النظر ده كان ملفت النظر وبالعين المجرادة بينها مش محتاج ان انا برهن عليه ولكن خليني اضيف عليه اضافة تانية اللي هي الادارة نفسها يعني هما الشباب كانوا ناخبين وكانوا مديرين لهذه الانتخابات شاهدي انا ستحدث حتى كحزب مستقبل الوطن ومن اللي كان بيدر للمشهد الانتخابي من اللي كان بينظام للحشد الانتخابية من اللي كان موجود قدام المقارات الانتخابية بيسهل عملية نقل الناخبين الى المقارات الانتخابية بيسهل ان انا اخرج الاصوات الانتخابية للناخبين عشان يسهل الحارقة اللي بيسهل يعني المشهد كله الادارة بتاعته كانت ادارة شبابية يعني بالاضافة ان انا لا كشاب انا مشارك في الانتخابات بالتصويت لا ده أنا كنت مشارك في هذه الانتخابات كشباب ودي برضو كانت ملفتة للنظر كذب مشارك الانتخابات كإدارة المرأة النهاردة السيد الرئيس حية العمالة والفرحين المرأة يعني أنا برضو إيه على الرغم من تحيوز كبير لتصدر المشهد للشباب ولا المرأة ولكن أنا دائما أبدا يعني أنا أنا بقول إن هذه الانتخابات تحديدا لم يغد أحد عنها من المشهد المصر صحيح ولكن تم جذب أعداد أخرى وبجد فعلا زي ما سات النائب بيقول على فكرة يا جماعة لو أنت بسيتوا إن الجامعيات اللي كانت بترائب الانتخابات أو بتتابع الانتخابات من المنظمات الحقوقية عندها 25 ألف دول كلهم شباب لو بتتكلموا على هنا مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أو مجلس الشباب المصري عنده قال لك 10 ألف بني آدم دول كلهم شباب هتبصوا كده هتفجأوا بالأحزاب اللي شغالة وغيره 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 وإن فيه على الأقل من 100 إلى 150 إن ما كانش 250 ألف شاب وفتاة مصرية كان لهم ضلع مباشر في إدارة العملية الانتخابية على اختلاف التأييد وعلى اختلاف الأحزاب عشان فيه التحالف الوطني مؤسسات وفيه 251 ألف متطوع من الشباب كانوا مشاركين إذا احنا بنتكلم على نصف مليون من الشباب المشارك لو كل واحد قال لخمسة من أصحابه نزل انتخابه خلزت الحدود هنطلع فاصل وحنرجع تاني وحنكمل بعد الفاصل رسالة في الانتخابات المصرية إلى الخارج هنركز في السؤال ده فقط لا غير كيف سينظر الآخر إلينا بعد هذه الانتخابات الحالي المحور الأساسي بتاع كل هذه المسابقات هو الابتكار وريادة الأعمال الابتكار بمعنى تحقيق قيمة وضافة المكتبع من خلال استخدام العلم كل المستويات يعني تدخل مصابات مع بعضها نقي أحسن أفكار موجودة عندهم أحسن مشروعات لشركات ممكنة أحسن صورة لمنتج ممكن يطلع ده جواز منية تطراح مدني 50 ألف جنيه 100 ألف جنيه 500 ألف جنيه والشركات بيبقى أعلى المستوى المالي بيبقى أعلى من كده كمان بكتير الفعلية تضم شباب المبتكرين في المدارس والجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية لجميع برامج ومصابقات الصندوق والتي تشمل مصابقة حافظ الابتكار ومصابقة صناع التغيير وبرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال وبرنامج آيكلاب للطلابي المبتكرين بالمدارس المصابقة طبعا على مستوى أعلى من اللي احنا توقعنا تماما يعني صندوق ساعدنا جدا في الأول نواة دينا فانضي ان احنا نشتري الكمبوننس اللي احنا بيها الطيارة بتاعتنا والتنظيم على اعلى مستوى احنا شاركنا في المصابقة قبل كده تمام بس من أفضل المصابقة اللي احنا شاركنا فيها هنا لسبب هو الأهم ان هو فيه دعم مالي المصابقة دي غير كتير في تفكيرنا أولا يعرفونا ازاي نفكر في ازاي نطور البروشيكت بتاعنا اللي احنا نحوله الستارت اوب ازاي اصلا نفكر في البروشيكت بتاعنا من ناحية البزنس اكتر من التكنيكل وازاي نوازم ما بين الطرفين المصابقة دي كتنادرة شوية او مختلفة شوية في حيطة انه هو بتديك الدعم قبل ما تبدأ المصابقة نفسها ودي ساعدتنا شوية فان احنا نجهز الكمبوننس نبقى متواجدين دوقتي في الفايننس وفي نهاية الفاعلية تم تكريم الفائزين بمنحهم جوائز مالية قيمة لتشجيعهم على استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل كما تم توقيع عدة بروتوكولات لتحويل الافقار المبتكرة الى افقار ذات جدوى اقتصادية تسهم في تنمية الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة قدنا لحضراتكم مرة تانية نقطة واحدة عايزين نركز عليها في اخر الحلقة دي انعكاس نتائج الانتخابات المصرية والرسائل التي خرجت للخارج برة الحدود المصرية سيدناب عسام هلا خلينا اقول ان التصويت والمشهد الانتخابي اللي حاصل في الانتخابات الرئاسية سيزداد الرئيس قوة داخليا وخارجيا خارجيا اذا كنت حضرتك حصر المسألة لا احنا الشعب المصري في الصفاف وطني كامل بيعلن تأييده لسياسات الكهداء السياسية في خلال الفترة زي ما قلت انا في بداية كلمتي ان التصويت اللي حاصل في الانتخابات الرئاسية وممكن هو حتى سيادة المعرضة اشار اليها وليس كان اختيالا الرئيس دولة او اختيالا المرشح ما بين اربع مرشحين ابد ما هو كان انحياز للدولة المصرية واستفتاء او تصويت او صوت انتخابي لصالح السياسات التي انتهجتها الدولة المصرية تحديدا في التحديات اللي بتوجي الدولة المصرية في الفترة السابقة وتخاصة ما يدور على الحدود الشرقية المصرية ده بالنسبة لي زي يزداد الدولة المصرية لان احنا كلنا مقدرين مدى خطورة هذا التحدي على الدولة المصرية فبالتالي هذا التصويت سيزداد من قوة الدولة ومن استقلالية القرار المصري احنا شفنا طبعا خلال الفترة اللي فاتت قد ايه استقلالية القرار المصري والدولة المصرية اصبح لها صوتا بعيدا عن اي انحيازات لا بينبع من المصلحة الوطنية والمصلحة المصرية انا في تقديري شخصي ما حدث في الانتخابات الرئاسية سيزداد هذا الموقف قوة سيزداد استقلالية هذا القرار دكتور محمد منذور بكل تأكيد نجاح مصر في هذا الامتحان هو نجاح للدولة المصرية بيدي رساله الخارج اللي كان بيراهن على انها ستحدث حلم للانقسام في الشعب المصري ان الازم الاقتصادية ستلقي بظلالها على هذا الشعب والتهديدات التي كانت تتوالى والحمالات الممنهجة التي يتم رسدها حتى هذه اللحظة على مجموعات ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل مختلف التي تراهن على ان هذا الشعب لن يستطيع الصمود اللي احنا بنشوفه على فكرة الجزء بتاع سعر الصرف الرايح واللي جاي اللي احنا بنشوفه كمان على الاسعار لازم بيلقي بظلال الحياة السياسية الناس اللي كانت بتقول ان حالة الغلق اللي موجودة في المناخ السياسي هديكو شفت انتخابات فيها احزاب متنوعة بتشارك هديكو شفت المجتمع المدني اللي كان يتم المراهنة على انه غير قادر على المشاركة والتأثير هدي المجتمع المدني بمنظماته بالكامل قدرت تضرب مثال ولا اروع من المشاركة الايجابية وان كل منظمة قدرت انها تحفز نسح على المشاركة بغض نظر انتوا هتدلوا مين اي مرشح من المرشحين ولكن نزلوا بالفعل حالة الوحدة ده بيدي رسالة الخارج ان هناك استقرار سياسي في الدولة المصرية الاستقرار السياسي بكل تأكيد يتبعه استقرار اقتصادي ثم استقرار اجتماعي لان الناس حالتها الاقتصادية هتبقى افضل ثم استقرار امني فانت بتتكلم عن مجموعة من الحلقات المتصلة تبدأ من الاستقرار السياسي وده اللي نجحت في الدولة المصرية دكتور صبح يا سيدي طيب بسرعة برضو عشان الوقت انا الرسالة الخارج هأسمه نصين في الخارج المتعلق بالتهديدات للامن القومي ايوا وباعتبار ده احدث يعني قرار ده لسه زي ما بنو نره ايدا اللي هو الموضوع بتاع غزة فهذا التصويت كما قال الرئيس وكما قلنا جميعا في مرات سابقة هو تصويت على نهج الدولة المصرية ونهج الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الموضوع ده تصويت واضح تماما وانه الموقف المتدخس دولة المصرية يلقى كل الدعم وكل التأييد الخارج التاني انا بكلم على اللي بسميهم مع حضراتك المطاريد وهنا تاني بقول هذه الانتخابات كلاك التالت مرة لعل المطاريد يفهمه لعل المطاريد يفهمه ان هذا الشعب الذي قرر في 30 يونيو قرارا ما اكد عليه في 14 ثم اكد عليه في 18 ثم هو الان يؤكد عليه في 23 او في 24 علهم يفهمه ان الموضوع انتهى الحدوطة زي ما حضراتك قلت خلص المقدمة الحدوطة خلصت ومع ذلك ما زال البعض كان بيراهن لسه على انه تاني الشعب المصري يمكن ان يعود في هذا القرار ودي اهم رسالة بالنسبة لي من هذه الانتخابات انك ماضي في طريقك في صعاب اي وفي صعاب في مشاكل اي وفي مشاكل مين انت حضراتك قلت مين قال الدنيا وردية مين قال ان احنا طلعنا الدور الـ 12 محدش بيقول ده بس في حاجة اسمها ثقة متولدة في هذا الرئيس في قيادة هذا الرئيس في المشروع اللي احنا ماشيين فيه بندفع ثمنه او بندفع ثمنه وواضح ان احنا ما زلنا متحملين هذا الثمن علشان مصر زي ما الرئيس قال تبقى في حتة تانية اخر حاجة هقولها الرسالة التانية واللي ظن الرئيس حاول طول الوقت بيحاول يقولها اللي هو موضوع انتخابات خلصت ما نقعدش في البيت لانه الشعب بدون ما يفضل موجود في كل المشهد زي ما كان موجود كده الرئيس نفسه هيبقى عنده مشكلة تاني الرئيس بقول طول ما احنا ايد واحدة طول ما احنا مكملين مع بعض لا تحدي خارجي ولا تحدي داخلي ولا تحدي من هنا ولا من هناك هيقدر يقص اذا الانتخابات فاتحة لعمل حضراتك اشارت لي لعمل سياسي لابده ان يكون ممتدا بكرة وده هنتكلم عنه كثيرا في لقاءات معنين شاملين سريعا بس هي جولة السيد الرئيس النهاردة بتأكد على السلام تقول حضراتك انه حتى بعد اعلان النتيجة كان ساعدته في جولة في الشوارع بس العمل العمل لن يتوقف ابدا واصدر قرارات النهاردة وطلع قرارات ما زالة رئيسا للجمهورية ولم تبدأ فترة رئاسته او ولاياته الجديدة لحين القسم باليمين الدستورية حتى يتحول الى الرئيس الجديد ويستطيع ان يتولى بعد يوم اثنين اربعة بعد يوم اثنين ابريل تنتهي ولاية الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي يوم ثلاثة ابريل يتولى الرئيس القادم عبدالفتاح السيسي ولايته القادمة سيادة الناب عصام الالبش شكرا جزيلا وجود حضرك معايا الدكتور محمد ممدوح شكرا بسعد دائما لوجود حضرك معايا زميل عزيز الدكتور سبحي عسيلة سعيد ان انت قلت زي ما انت قلت في المقدمة ده معنى ان انت تفرقت علي شكرا كانت رائعة ربنا اخليك شكرا لوجود حضراتكم معايا شكرا هحضركم معايا وطبعا نشوفكم بكرة على خير بازن الله الحالي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة